أعلن مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي أن دونالد ترامب يدرس موعد وكيفية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وكان ترامب قد أكد الشهر الماضي أنه لن ينقل السفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الحالي لأنه يريد أولاً إعطاء فرصة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقد أثارت نية ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس جدلاً واسعة إذ رحبت إسرائيل بالقرار في حين اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ذلك من شأنه أن يدمر عملية السلام ويجر المنطقة إلى الفوضى